السلام عليكم أصدقائي الحلمين اليوم سيكون موضوع حلقتنا عن ضغط الدم المرتفئ أسبابه وعلاجه والأغذية التي يمكن أن نستخدمها تعريف ضغط الدم هو أن الدم يضغط بعد أن يضغط القلب يضغط على الجدران الشرايين والأوعية الدموية هذا هو ضغط الدم الطبيعي يكون في المقياسة أصدقائي ١٢٠ يعني ١٢٠ الآن بين ١٠٠٠٠٠ و ١٠٠٠ و ١٠٠٠٠ هذا يكون قبل ارتفاع ضغط الدم الآن العالي هو ١٦٠٠٠ ١٠٠٠٠ يجب أن يكون عالي يجب أن يكون قبل الارتفاع يجب أن يقايا الضغط الدم الخبيث هذا هو ضغط الدم الخبيث مثل تسمم الحمل يرتفع الضغط الواطي يعني الرقم الواطي يرتفع بسرعة أو سريعة يكون ١٠٠ هذا يمكن أن يسبب أحيانا الموت أو أي سكتة دماغية أو أي شيء هناك نوعين للضغط هو الضغط الأولي والضغط الثانوي الضغط الأولي الضغط الأولي تقريبا يشكل ١٥٠٪ من المرضى من المرضى وهو غير معروف السبب وغير أنه حالة نفسية مثلا البيئة السمنة مثلا الغذاء يأخذ ملح كثير الثانوي هو بشكل ٥٠٪ من المرضى بسبب أنه مثلا لمرض مزمن بالكلاوي يغدد قذرية والهرمونات يسبب تسبب الهرمونات والتسمم الحمل الغذاء والتجارات الدراقية و بعض الأدوية مثل منع الحمل تزيد ارتفاع الضغط أدوية البرد والصرع والصداع كل هذا يزيد كمية الماء والملح في الجسم تلعب بشكل كبير بارتفاع الضغط والهرمونات بالنسبة للحامل ترفع الضغط الاحتماليات تزيد أكثر حسب الوراثة إذا كان واحد من أفريقيا يكون هذا احتمال أكبر مثلا المرأة لديها احتمالات لتحفظ والسمنة لديهم احتمال خمس مرات لأنه يصبح معنى ذات فعد والتوتر والألاء والكحول والملح والسكر والتدخين كل هذا يلعب دور يسمى هذا المرض القاتل الصامت أحيانا أعراضه يحمر الوش يصبح صداع من الخلف نزيف من الأنف الدوخة وطنين بالأدنين ويصبح أحيانا إغماء وتمسل أثناء النوم يصبح أثناء النوم يصبح عرق الواحل يضيف نفسه يمكن أن تتنفخ رجله ألم بالصدر خمول والضيفي ونعاس يصبح صداع وعدم وضوح الرؤية يصبح غشاوي على العيون وغشاوي على مراجعة ومعاذا هذا يحدث ضغط يقوم بإختبار الدم من تخطيط القلب ونرى الكوليسترول ومعالجات العلاج ونرى ما هي مسببات المرض ونقلل الوزن ونقلل الملح ونزيد التمارين وننصح عدم التدخين ويقاف موانع الحمل وفي حالة لا تعالج يمكن أن يسبب أن يصبح جلطة دماغية سكتة قلبية يمكن أن يصبح فشل كلوي فقدان البصر العمى يمكن أن يصبح مشاكل بالذاكرة والتركيز يمكن أن يكون فشل في القلب فإذا لم تتعالج فلا يجب أن يجب زيادة الطبيب وأخذ أدوية الضغط ما هي الأخذية التي يمكن أن يساعدنا؟ مثلا تخفح بأنه تجعل البوتاسيوم مستوياته منيحة الماكنيزيوم وعندما يرتفع الضغط يستعمل الماكنيزيوم ويجب أن يكون البوتاسيوم لكي يطرح الجسم حتى يصبح السائل الزائد مثل الكاكاو التوم كل شيء غني بالأوميغا 3 الكالسيوم الجزر الغامقة مثلا الموز الفاصولية السبانغ الماء السماء التوت الكاركاة كل هذا يملك تخفيف الوزن تمارين الرياضي وتخفف الضغط لكي يتطمن على حاله و هذا الحامل يجب أن يكون لديه ميزان ضغط و ترى ضغطه لأنه هناك خطر يحدث مثل تسمى محمد الارتفاع ضغط النفاجئ الذي يسمى ضغط الدم الخبيث يمكن أن يؤدي للموت هذا كل شيء عندي عن الضغط الدم و أختم بحكمة اليوم هي اطلب العلم ولو في الصين و لا تسلم اشتركوا في القناة والسلام عليكم